موسيقى ها معاجل جدا بشأن قانون الإيجار القديم أربع حالات لتقليل مدة العقد من 59 سنة لتلس سنين الفيديو ده مهم جدا برجاء المشاهدة للنهاية أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل الزر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع الوطن وتحديدا يوم الاثنين الموافق 7-6-2021 التفاصيل يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تؤرق ملايين المصريين نظرا لتضرر أعداد كبيرة منه حيث يتيح قانون الإيجار القديم المدة الزمنية في وقت يسعى الملاك لعطق أملاكهم مما يدفع الكثير منهم للتساؤل عن إمكانية تجليل مدة عقد الإيجار وخفض عدد السنوات بنص القانون قال الدين سعيد المحامية بالاستئناف إن ما يتعمد عليه المستأجرين فيما يخص عجود الإيجار القديمة إن العقد جريء شريعة المتعاقدين ما لم يخالف القانون وهنا نرصت حالات ينص فيها القانون على خفض مدة العقد أو تحديدها أضاف السعيد في تصريحات لموقع الوطن إن في قانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاي على المال نصت المادة رقم 39 على إنه لا يجوز للواصل مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة وكان منها في ثابعا إيجار عقار القاصر لمدة أكتر من ثلاث سنين في الأراضي الضرعية ولمدة أكتر من سنة في المباني أربع حالات لتجليل مدة قانون الإيجار القديم قالت المحمي بالاستئناف إن حالات أخرى تخفض فيها مدة الإيجار بحسب ما أذرته محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 5734 لسنة 85 قضائية بشأن عقود الإيجار المحررة من قبل الوكيل قالت فيه انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل بانقضاء ثلاث سنوات ما لم يتم أجاذتها من المالك حيث إن الأجاذة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن ثلاث سنين مع عدم نفاذها في حق الموكل إلا بأجاذته أجاذة الموكل وشرطها بعلم الأخير بأن العمل الذي يجيزه خارجا عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه أما الحالة الثانية تكون في حالات الوصاية أي إن مالك العقار قاصر هنا لا يستطيع الواسي مدة في الاستمرار في عقل الإيجار لثلاث سنين متابعة بأن الحالة الثالثة هي حالة خضوع العقار لحارس قضائي لا يستمر عقل الإيجار لأكتر من سنة حيث إن الحارس القضائي لا يستطيع إجراء أي عمل من أعمال الإدارة وكل عام يجب أن يقدم حساب عن الإدارة ومصرفها وبالتالي لا يحق له مدة الإيجار أو الاستمرار فيه وأخيرا أضف السعيد إن الحالة الرابعة التي يحدد فيها مدة الإيجار القديم هي في أملاك الشيوع حيث إن على الأقلية من الملاغر المتوافقين على مدة الإيجار أن يتقدموا للمحكمة ويبدأ رفضهم على تأجير العقار لمدة 59 سنة على أن يكون الإيجار لمدة 3 سنين بتمنى لو أعجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تدعموا المقطع بلايك ترجمة نانسي قنقر